الآن بنتكلم في بعض الملاحظات الهامة على مضاعف الاساسمار ولهذه الملاحظات رقم المضاعف دائماً بيكون أكبر من واحد صحيح ليه؟ لأن الميل حد للدخار اللي هو المقام دائماً أقل من الواحد ودي نتيجة طبيعية ووضحة تمامة الحاجة الثانية بنقول إن في علاقة عكسين ما بين الميل حد للدخار اللي هو المقام يعني والمقام بتاع قيمة المضاعف وحجم المضاعف ذاته فكلما زاد الميل حد للدخار كلما قل رقم المضاعف طب تعالوا نشوف مثال توضيحي وليس مثال يعني هنكون بحل الميل حد للدخار أو المضاعف بيسوي واحد على واحد نقص الميل الحد للدخار فأنا أعطيتك الميل حدي للإضخار فبتقول المضاعب يساوي 1 على الميل حدي للإضخار بيساوي 5 على طول يبقى 1 على 20 من 100 بيساوي 5 طيب افرد الوقت الميل حدي للإضخار زاد من 20 من 100 إلى 25 من 100 هيبقى هتقول المر بيساوي 1 على 25 من 100 يعني بيساوي 4 طيب يفرد زاد إلى 50 من 100 يبقى هتقول المر بيساوي 1 على 50 من 100 يعني بيساوي 2 طيب الملحوظة الثالثة بقول هناك علاقة ترضية بنقيمة المضاعف ومقدار التغير في الدخل فكلما كان رقم المضاعف كبير كلما كان تغير في الدخل كبير يعني عذا أقول أن التغير في الدخل بيساوي التغير في الاستثمار ضرب الـMR فكلما زاد الـMR كلما هيزيد الـ Delta Y وذا كلام برضو طبيعي دلوقتي بننتقل الجزئية الثانية في هذه الوحدة اللي هي مضاعف الاستهلاك وبنفس الكلام وبنفس المنطق بنقول إن التغير في الاستهلاك بيؤثر ويؤدي إلى تغير فيه الدخل القومي بنفس المنطق بتاع تغير الاستثمار فمضاعف الاستهلاك الآن بيبحث لنا مضاعف الاستهلاك في حجم الزيادة أو حجم التغير في الدخل القومي نتيجة التغير في الاستهلاك الذاتي مثلاً من A إلى A1 وطبعاً هنعرف القصة دي من خلال المعادلة البسيطة المتاحة لدينا والنفس المعادلة تقريباً هي نفس المعادلة اللي احنا تكلمنا عنها في مضاعف الاستصمار حيث تكلمنا من قبل أن زيادة في الدخل بتساوي قيمة المضاعف في الزيادة في الاستصمار طبعا هي نفس الكلام هو التغير في الدخل بيساوي التغير في الاستهلاك الذاتي في قيمة المضاعف نفس الكلام بالضبط اللهم إنا إلينا بس شلت التغير في الاستثمار وحطيت بداله التغير في الاستهلاك الذات يبقى قيمة المضاعف هي هي بيساوي واحد على واحد ناصر ميل حد الاستهلاك اللي هي بيساوي التغير في الدخل القومي على التغير في الاستهلاك الذاتي كلام سهل وكلام مواضح نفس الكلام ناخد مثال توضيحي بل إذا علمنا أن قيمة الاستهلاك الذاتي زادت من أو زادت بمقدار 300 مليون دولار والميل حد الاستهلاك كان يساوي 75% عايز مني إيه المطلوب احسب مضاعف الاستهلاك الحاجة الثانية مقدار زيادة في الدخل نتيجة زيادة الاستهلاك الزات الحل واحد مضاعف الاستهلاك بإين الـ MR برضو زي ما أنا حكيت بيساوي واحد على واحد ناقص الميل حد الاستهلاك طب الميل حد الاستهلاك اللي عنه كان في المعادلة بتاعتي أو في المثال بتاعي قال لأنه بيساوي 75% يبقى 1 على 1 ناست 75% يعني بيساوي 4 طب مقدار الزيادة في الدخل تيجي تزياد الاستهلاك الزاتي يبقى مقدار الزيادة في الدخل القومي اللي هو دلتا Y هيساوي قيمة المضاعف اللي هي 4 في الاستهلاك في زيادة الاستهلاك الزاتي اللي هي حصلت اللي هي في دلتا A اللي هو L300 في المثال يعني الكلام ده بيساوي دلتا Y بيساوي LMR في دلتا A يعني بيساوي 4 اللي احنا لسه حاسبينها في قدلت إيه اللي أنا أعطتها لك في المثال يبقى 4300 بـ 1200 مليون دولار كلام سهل واضح ما فيش أي حاجة بنكلم الآن برضو في الجزئية الثالثة اللي هي مضاعف الإنفاق الحكومي بنفس المنطق السابق اللي حصل فيه مضاعف الاستثمار ومضاعف الاستهلاك نجد أن مضاعف الإنفاق الحكومية تحدد على النحو التالي نفس الكلام يعني بنقول دلوقتي حجم الزيادة اللي هتحصل فيه الدخل القومي نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي طيب دلوقتي نفس القصة بنقول يبقى الزيادة في الدخل القومي هتيجي ازاي؟ بتساوي الزيادة في الإنفاق الحكومي ضرب قيمة إيه؟ ضرب قيمة المضاعف يبقى إذن المضاعف بتاعنا بيساوي برضو نفس الكلام واحد على واحد ناقص الميل حد الاستهلاك اللي هو بيساوي الزيادة في الدخل القومي نتيجة أو تقسيم الزيادة في الإنفاق الحكومي نفس الكلام بالظبط يبقى نلاحظ نفس المعادلات هي هي في مضاعف الاستثمار السابق نفس المعادلة هي 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 برضو في مضاعف الاستهلاك الزاتي هي نفس المعادلات في مضاعف الانفاق الحكومي اللهم إلنا كل مرة نغير الحاجة اللي هي مؤسرة أو المكون الأساسي الذي يؤثر فيه التغير في النتج المحالي الإجمال طيب ناخد مثال الآن على مضاعف الانفاق الحكومي اللي هو عبارة عن التغير في الدخل القومي نتيجة للتغير في الانفاق بنقول مثال رقم 3 إذا علمنا أن حكومة دولة ما قررت أنها تزود الانفاق الحكومي بمقدار 5000 مليون دولار وكان الم mild حد الاستهلاك 8 من 10 إيه بقى كلام ده عايز منك إيه المطلوب؟ احسب مضاعف الانفاق الحكومي بسيطة خالص 1 على 1 نقص المиля حد الاستهلاك طيب وعايز مني إيه مقدار الزيادة في الدخل نتيجة زيادة للانفاق هتضرب قيمة المضاعف في الزيادة في الانفاق اللي هي 5000 هتحصل على الزيادة في الدخل القومي بص معي كلام بسيطة هو 1 مضاعف الانفاق الحكومي بلМr بيساو 1 على 1 نقص بي يعني الكلام ده بيساوي 1 على 1 ناقص 8 من 10 يعني الكلام ده يساوي 5 أضرب الخمسة دية مقدار الزيادة في الدخل القومي نتيجة زيادة النفاق الحكومي أروح ضرب كيمة المضاعف في القيمة اللي احنا كلمنا عنها في المثال اللي هي 5000 مليون دولار يبقى كيمة المضاعبة دلتا ويبقى ساوي الـ MR في الـ G0 يبقى الـ MR اللي هي الخمسة لست حزبنا في الزيادة في الانفاق الحكومي اللي احنا قلنا عليها في المثال 5000 مليون دولار يعني الكلام ده يطلع لي في الآخر خمسة ضربة 5000 هي يديني 25 ألف مليون دولار